حذر أحدث تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس من أن اليونان ستظل غارقة في الركود العام المقبل على الرغم من آمال كل من حكومة أثناء والدائنين الدوليين بإمكانية عودة البلاد إلى النمو في عام 2014 وفقاً للمنظمة فإن الناتج المحلي الإجمالي سنكمج ثلاثة ونصف الماء هذا العام وهو السادس من الركود أثناء وترويك المفتشين توقعوا انتعاشاً متواضعاً لعام المقبل مع نمو بنسبة 16 نقطة مقابل 14 من جانب المنظمة المنظمة اعترفت بأن اليونان التي تتصدر أسوأ معدلات البطالة في أوروبا حيث تستمر شركات القطاع الخاص في التقلص أحرزت تقدماً كبيراً في إصلاح اقتصادها على مدى السنوات القليلة الماضية لكن تلك الإصلاحات لم تحرك الركود تقرير المنظمة صلت الضوء على عجز المصارف المحلية عن الإقراض وعدم نجاح الإصلاحات الجزئية في استعادة القدرة التنافسية وضعف سوق التصدير مما يعرق الجهود اليونان نحو الانتعاش رغم إشارة التفاعل في ميزانية 2014 التي طرحتها الحكومة اليونانية إلى أنها لم تصغ وفق اتفاق مع ترويكا صندوق النقط الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية